سن مبكر واضح كده من اللي بنقراه انه انت تحركت في حاجات كتير اه جربت حاجات كتير اه كتابة يعني على مستوى اه مظبوط الحقيقة كتبت في روايات اللي هي المغامرات زي بتاعت رجل المستحيل دكتور نبيل فاروق او موراق الطبيعة لدكتور رحمد خالد توفيق كانت المؤسسة العربية الحديثة عاملة مسابقة وقدمت فيها وانا في سنة تانية كلية والنشر العظيم مؤسس حمدي مصطفى وهو يعني صاحب هذا المشروع القدبي الكبير اللي وصل يمكن لملايين البيوت المصرية والعربية اتصل في التليفون كتوالدتي في البيت هي اللي ردت عليه وانا كنت في مراجعة في الجامعة فقال لها دكتور محمد موجود لانه يعني فقالت له لا لا هو في الجامعة لا هو دكتور في الجامعة فقالت له لا ولا يضا طالب في سنة تانية فلما رجعت قلت له يعني احنا كده خلاص يعني أكيد بس الحقيقة لما كلمت هو كمان تحمس ونشر لي فعلا وانا طالب وده يدل على ان هو قد ايه حد كمان صاحب فكر ورؤية يعني كتبت بقى في المسرح وانا في الجامعة برضو كتبت في المقالات الصحفية وفي اعداد البرامج بس انا عيني من الاول ان انا حلمي الحقيقي ان انا اكتب الدراما التليفزيونية حلوة وده ممكن من وانا كنت في سنوي وده كان يعني ده ممكن يبقى بدخل كويس اول ان ده كان تأثرا باستاذي الراحل استاذ قسامة عمرو كاشة شكرا بقى انك قلت الاسم ده بقى شكرا بقى اصلا كنت هتحدى حضرتها هقولك حاجة انا هتحدى واقول انه احنا ممكن الجيل بتاعنا اللي تربى على الاعمال بتاعة الأستاذ قسامة عمرو كاشة احنا بالنسبة لنا مفيش حاجة بتمخمخنا يعني صحيح يعني انا بحس انه لان بتفرج على اي سيناريو مزبوط بفتكر حوارات قسامة عمرو كاشة اقول مين يجي تاني صحيح صحيح لا لا بالعكس انا يعني انا بعتبر انه جيلنا كله خرج من معطف الاستاذ قسامة عمرو كاشة واستاذ وحيد حامد طبعا بس في دراما تلفزيونية يمكن استاذ قسامة وصل لمستوى عرفع السقفة قوي يمكن على كل الاجيال اللي جاية كمان وكتابة الدرامية قبله كمهنة يعني غير الكتابة الدرامية بعده يعني هو نقل الكرير لحتة عالية قوي الحقيقة ودى الكاتب قمته وهبته يعني ليه لانه حرك لسه بتقولي انه كلمة ورق دي كلمة مجحفة قوي في حق السيناريو جدا انا فاكر مقال كتبه الاستاذ محفوظ عبد الرحمن ودى واحد من رائد للدراما التلفزيونية ممكن كان استاذ اسامة عمرو كاشة كمان كان كتب مقال في احد الصحف مرة كتب انه كلمة ورق ده تعبير سوقي بن قسين سوقي لانه هو ليه علاقة بالسوق والتسويق احنا بنعتبر انه هو ورق في حين انه احنا بنحارب كجيل لانه يتقل عليه سيناريو ويتقل عليه عمل لانه استاذ اسامة عمرو كاشة كان حقيقي انا فاكر في عمل ارابيسك تحديدا وده ممكن ان اكتر الاعمال اللي انا تأثرت بيها كان بيكتب اول اسم كده استاذ اسامة عمرو كاشة ورواياته الجديدة ارابيسك وبعدين اسامي الممثلين فرجع السيناريو فكرة الكاتب كمان انه هو بالزبيب هو البطل هو صاحب المشروع فالحقيقة انه استاذ اسامة بالنسبة لي كمان ارابيسك كنت بتفرج عليه وانا في سنوي يعني ده اللحظة اللي انا فكرت ان انا نفسي اشتغل فتح انطلاقة حسيت انه العالم يعني طبعا طبعا لانه عالم كامل يعني الحقيقة عالم بشخصياته بتفاصيله وعايش لحد النهاردة ولكن احنا ككتاب كمان من الجيل ده بقى انا منبهرين اكتر بفكرة النوع النوع بمعنى ايه بمعنى انه يبقى العمل كوميدي عمل اجتماعي فيبقى عمل اجتماعي وده مش حلو مهاج مش مسألة حلوة على لوحش هو ليه علاقة برضو بتطور الاشياء يعني زي التخصص كده بس هو الحقيقة انه اللي عمل استاذ اسامة انه كان العمل الواحد فيه كل شيء في كل الانواع تقريبا يعني العالم كله مؤسس لأنه مدير اقرب للحياة اقرب للحياة والاقرب لفن الرواية اللي جي منه استاذ اسامة اصلا اللي ابتدى به ككاتب ادبي اصلا وبعدين بقى كاتب درامي